ازاي ان احما نسحب فلوسنا من على محفظة التليجرام الى اي محفظة خارجية لان الموضوع ده بيكون صعب على ناس كتير جدا النهاردة هنشرح لك الطريقة خطوة بخطوة طيب علشان ما انتقولش عليك في المقدمة اكتر من كده كل المطلوب من حضرتك ان انت تدعم الفيديو ده باللايك والاشتراك في القناة علشان يوصل لعدد كبير من الناس والكل يستفاد واهم حاجة ما تنساش ان انت تصدى على النبي عليه افضل الصلاة والسلام علشان ربنا يكرمني ويكرمك انت كمان بس تنويه بسيط جدا قبل ما نبدأ حالية النهاردة ان الفيديو ده الغرض منه التعليم فقط لغير يعني مش بيوحي الى اي غرض من الاغراض الفيديو غرض ان هو يوريك الطريقة خطوة بخط طيب يلا بينا يلا بي هنتعلم في الفيديو ده ازاي ان احنا نسحب الفلوس بتاعتنا من على محفظة التليجرام بكل سهولة كل اللي احنا هنعمله ان احنا هنضغط على التلت شرطات في الاعلى كده وهتلاقي كلمة المحفظة ولو انت اصلا ما عندكش محفظة على التليجرام وعايز تفتح محفظة على التليجرام ان شاء الله هسيب لك رابط فيه سندق الوصف يعرفك ازاي ان انت تفتح محفظة على التليجرام طبعا الفيديو هيكون على اليوتيوب ويعني سهل جدا ان شاء الله لكل الناس طيب هنضغط دوقتي على كلمة المحفظة زي ما انتم شايفين وهنا عزيز المشاهد زي ما انتم شايفين كده معانا حاليا دلوقتي تمانية وتمانين دولار والتمانية وتمانين دولار دولار دول هنسحبهم ان شاء الله دلوقتي لو نزلنا لتحت كده هتلاقي هنا من عملة التون معانا حوالي واحد دولار بوينت تمانية وتلاتين سن تمام وعملة اليو اس دي تي اللي هم قابلين للسحب نقدر نسحبهم دلوقتي حوالي ستة وتمانين دولار بوينت تلاتة وستين سن تمام طيب دلوقتي نضغط على عملة الدولار زي ما انتم شايفين ونبدأ نضغط على كلمة سحب زي ما انتم شايفين طبعا هنا بيعمل لنا اختيارين المحفظة الخارجية وكمان بطاقة مصرفية كل اللي احنا هنعمله ان احنا هنضغط على كلمة محفظة خارجية طبعا هو يطالب منا هنا بالزبط عنوان التون او شبكة التون او رابط التون اللي انت هتسحب عليه دلوقتي هنبدأ نروح على نظام المحفظة الخاصة بنا على ونبدأ نضغط على كلمة المحفظة وهنضغط على كلمة اضافة اموال وهنضغط دلوقتي على نظام ايداع عملات رقمية اول واحدة تمام بعد كده نبدأ نبحث على نظام عملة التون زي ما انتم شايفين كده نبدأ نكتب تون تمام تون عشان يظهر معنا شبكة التون اول واحدة وبعد كده نختار طبعا هي مفيشة لشبكة واحدة بس هنضغط موافق وطبعا هنا بيجيب لي حاجة اسماء عنوان الايداع وكمان الرقم ده بنحتاجه برضو تمام فهنبدأ ننضغط على كلمة نسخ العلوان وبرضه هننسخ الرقم ده تمام بعد كده هنبدأ نروح على نظام التليجرام مرة تانية وهنبدأ دلوقتي نعمل لصق للعنوان اللي احنا جبناه تمام زي ما انتم شايفين اهو بعد كده هنبدأ نضغط على كلمة استمرار موضوع بسيط جدا وسهل جدا دلوقتي بيقول لك حدد الكمية اللي موجودة معاك ممكن نحدد من هنا او مسلا نكتبها عادي ما فيش مشكلة دلوقتي نقدر نكتب مسلا حوالي ستة وتمانين دولار زي ما انتم شايفين مش مهم السنتات اللي فضلة دي او ممكن نكتب ستة وتمانين وخمسين سنت تمام يبقى ستة وتمانين ونص يعني تمام هنضغط دلوقتي على كلمة استمرار زي ما انتم شايفين بيقول لك هنا التعليق او العلامة او المذكور اللي هو الرقم اللي انا قلت لك اعمله نسخ اللي هو الرقم التاني اللي من محفظة تمام هنبدأ نعمل لصق زي ما انتم شايفين وانا اضغط على كلمة تأكيد وارسال زي ما انتم شايفين موضوع بسيط جدا هنا بيطلب مني الرمز الخاص به التليجرام فانا هكتبه وارجع لكم تاني بعد الضغط زي ما انتم شايفين كده بيقول لتأكيد الارسال والموضوع بسيط جدا وسهل جدا جدا هنا خلاص بقول لك تم الارسال اليو اس دي تي وتم المعالجة المعاملة وسيتم انتهاء منها قريبا هنتغط دلوقتي على كلمة انتهاء وزي ما انتم شايفين مفيش غير الواحد دولار خمسة واربعين سنت اللي هما من عملة التون والسبع سنت من عملة اليو اس دي تي تمام طيب دلوقتي هنبدأ نروح على نظام الباينانس علشان نتأكد الفلوس وصلت ولا لسه هنبدأ نرجع خطوة كمان خطوة والمفروض توصل الفلوس هنا زي ما انتم شايفين هي واصلا وصلت حوالي ستة وتمانين دولار ونص لو ضغطنا عليها بالشكل ده هتلاقيها وصلت زي ما انتم شايفين هو تمام لسه وصلة حالا دلوقتي تمام زي ما انتم شايفين هي مكتمل وكده احنا عملنا عملية ارسال من محفظة التليجرام الى محفظة الباينانس ونفس الطريقة دي تقدر تنفذها لو انت عندك محفظة اخرى زي محفظة مثلا الاوكي اكس او اي محفظة تانية يعني تمام وبس كده خلاص الشرع بتاع النهاردة لو عجبك تعمل اللايك الجميل والاشتراك في القناة واما حاجة ما تنساش ان انت تصلى على النبي عليه افضل الصلاة والسلام والسلام عليكم ورحمة الله اشتركوا في القناة